اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبات وطلبات التعليم الفن الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنسيق النهاردة معاكم في حلقة جديدة مقصصة مع طلبة الصف الثاني مع مادة تكنولوجيا العمليات وطبعا زي ما انتم معارفين ان مادة تكنولوجيا العمليات هي مادة بتتناول العمليات الصناعية والطرق تنفيذها واسليب التنفيذ الخاصة بيها وطبعا مادة تكنولوجيا العمليات هي مادة وجزء لا يتجزأ من مسلس التكنولوجيا الموجود عندي في التخصص سواء مادة المعدات او مادة الخمات طبعا احنا قلنا مادة المعدات بتتناول دراسة المعدات الموجودة او اللي بيتم استخدامها في العمليات الصناعية المختلفة ومادة تكنولوجيا الخمات بتتناول دراسة الخمات وخصائصها أو الخصائص الطبيعية والكنيائية الخاصة بكل خامة موجودة في العمليات الصناعية اللي بيتم الدراستها. مد التكنولوجيا العمليات هتتناول أساليب التنفيذ المختلفة. ولو قدرنا نعمل عمليات وننفذها في الورش أو في الجانب العملي بتاعنا. بيبقى كويس قوي لأنه هو بيسقل الجانب الفني لدى الطالب. فنحاول نتعلم كتير من العمليات الصناعية دي ونحاول نحن نفهمها بشكل كويس. لأن العمليات الصناعية هي عمليات تطبيقية. بتفهمني المهارة وبتفهمني التطبيق وبتفهمني إزاي العملية دي اتعملت أو إزاي اتنفذت وكل الحاجات الخطوات الموجودة في تنفيذ العمليات الصناعية. طيب المنهج المقرر معنا. إحنا طبعا خلصنا دراسة الباب الأول. وطبعا الباب الأول كان بيتكلمني على الدهانات الإنشائية والفنية الموجودة في مادة العمليات سواء عندي دهان الأسطر على الأخشاب. اتكلمنا عليه باستفاضة. واتكلمنا على الدهانات الشمعية. وتكلمنا على تلميع السيارات. وتكلمنا على دهانات التلميع المختلفة. وتكلمنا على آخر حاجة كانت دهانات السنستك. وجينا بعد كده دخلنا في الباب التاني. وتكلمنا على طرق لصق رقائق والمصحيق المعدنية. طبعا قبل ما ندخل على طرق لصق رقائق والمصحيق المعدنية كنا قلنا فيه زي مراجعة كده المراجعة دي كانت تقريبا لما لي كل المقارر بتاع الباب الأول فلو انت رجعت لها في الحلقات بتاعتنا هتستفدوا منها كتير وتبتدين تفهموا منها كل الأجزاء الموجودة في الباب الأول طرق لصق رقائق والمصحيق المعدنية قلنا اننا عندي رقائق ومصحيق معدنية طالما قلت رقائق يبقى عبارة عن ورق موجود عليه اللي هو المادة المعدنية سواء ذهب او فضة او اي مادة معدنية موجودة على الورق بتاعي بيفصل ما بينهم ورق شفاف تدبع لي عند مختصص البيات فصورة دفاتر ورقية الدفاتر دي بيتم تطبيقها على الاسطوع عشان اديها صراء واضيها قيمة غنية وقيمة فنية عالية وقلنا ان النوع التاني فيه التزهيب طبعا انا عندي التزهيب بالرقائق قلنا النوع التاني فيه التزهيب عندي التزهيب بالمصحيق المعدنية وهنتكلم على التزهيب بالمصحيق المعدنية النهاردة وهنعرف تفاصيله ايه وقلمنا على التزهيب بالرقائق المعدنية على الاسطح المختلفة وقلنا التزهيب على الاخشاب سواء جديدة او اخشاب مدهونة وقلمنا على التزهيب على رخام والجلد والورق والبلور والزجاج سواء بفلتات او بدون فلتات كل الاسطح دي كانت محتاجة معالجات عشان يتم تطبيق عليها الرقائق المعدنية وبعد كده بعد ما بعمل المعالجات دي على الأسطح بحيث أن أنا أعمل لها إعداد وتجهيز للسطح بتاعي وبعد كده أستخدم تطبيق رقائق المعدنية على الأسطح بتاعتي طيب فيه كمان الجزء الخاص بتطبيق طبعاً إحنا قلنا أن فيه تطبيق الرقائق دوت قلنا أن فيه عندي حاجات لازم أرعيها كويس قوي وأنا بأعمل رقائق أو أنا بعدها عشان يتم تطبيقها على الأسطح بتاعتي إن أنا لازم خلو الحجرة من الطيار الهوائي ولازم إن أنا أنضف سكينة التزهيب كويس قوي وأنا باستخدمها أنضفها فيه التباشير أو مسحوق التباشير أو التالك وإن أنا أعطع فيه اتجاه واحد وإن أنا أشيل قطع الزهب أو ورق الزهب بمخدة التزهيب وإن أنا أرس الأجزاء بتاعتي اللي أنا تم تقطيعها جنباً إلى جنب ويتم تقطيع فيه اتجاه واحد وإن أنا أشيلها بحرسه كل دي إرشادات كانت مهمة جداً ومزالت لازم نرعيها ولازم ناخد بالنا كويس منها قوي وأنا إيه شغالة فيه التزهيب برقائق المعدنية طيب عندي كان آخر جزء بعد ما تكلمنا على الأسطح المختلفة آخر جزء وقفنا عنده للمرة اللي فاتت كان عندي التزهيب بالأكلشهات والبصمة لو بصيتوا كده معايا على الشاشة عندي طبعاً التزهيب بالأكلشيه أنا أعرف معنى أكلشيه وهو قطعة معدنية محفور عليها الزخاري في الباريزة مقلوبة طبعاً الأكلشيه بيبدأ عامل زي الختم كده ببتدي أن أنا أستخدمه في عملية التزهيب بالرقائق المعدنية بحيث أن أنا بيتم تسخينه وبعد كده بيتم وضع رقائق المعدنية أو الورق المعدني دوت على الأسطح بتاعتي وبعد ما بيتم التسخين ببتدي أن أنا أضغط على الورق الموجود على السطح بتاعي على التصميم طبعاً أو الأجزاء اللي أنا محتاجي أن أعمل لها عملية التزهيب بيبتدي ينزل لي الجزء المذهب على السطح التالي طبعا الورق ده بيبقى فيه نسبة من الشموع أو المادة اللسقة المادة اللسقة دي هي اللي بتتأثر بالأكلاشي السخن أو الأكلاشي الساخن بحيث ان هو بعد ما بيتم التطبيق بيفصل لي المادة المذهبة على السطح بعد ما بيتأثر لي المادة اللسقة اللي موجودة فيه الرقائق المعدنية لو بسيتوا كده معي على الشاشة عندي الأكلاشي أول حيث طبعا لازم نعرف التعريف ده كويس قوي الأكلاشي قطعة معدنية محفور عليها الزخارب والكتابات البارزة مقلوبة ليه مقلوبة علشان لما أنا أضغط على السطح بتاعي أو على السطح اللي عليه الجانب المذهب يبتدي ان هي تنزل لعادلة تنزل لعادلة على السطح بتاعي طبعا تستخدم لهذه العملية أفرخ من الرقائق المعدنية عبارة عن ورق سلوفان منتصق به ورقة من الرقائق المعدنية طبعا رقائق المعدنية طبعا سواء دهب أو فضة بواسطة الشمع ومادة طيب أنا عندي ورق الدهب دوت ملزوق مع بعضه على ورق سلوفان من خلال شمع ومادة لسقة وعليه المادة اللي هي المعدنية سواء الدهب أو الفضة ويتم تطبيقها من خلال الأكلاشي طبعا إيه هو الأكلاشي قطعة معدنية محفور عليها الزخارب البريزة إيه مقلوبة وقلنا ليه بتتحفر مقلوبة قلنا عشان تنفلي الزخارب على إيه لصفحة بتاعي طريقة استخدام الأكلاشي أول حاجة عندي بتيدي أن أنا أقطع الورق بمساحات أكبر قليلا من المساحات المقلوبة طب أي ورق اللي هو الورق الرقائق المعدنية اللي عليه دهب أو عليه فضة بتيدي أن أنا أقطعه بمساحة أكبر قليلا من المساحات المطلوبة طبعا إنتوا عارفين أنه بيتم إعداد وتجهيز الرسم أو التصميم بتاعي وبعد كده بيتم إعداد وتجهيز السطح بتاعي سواء خشب أو ورق أو جلد أو رخام أو زجاج بعد ما بيتم إعداد وتجهيز السطح بتاعي بتيدي أن أنا أحط عليه التصميم وبعد كده يبتدي يتم عمل أو تطبيق المادة اللصقة وبعد كده طبعا دي الخطوات التقليدية اللي احنا كلمنا عليها كلها المرة اللي فاتت بعد ما بيتم تطبيق المادة اللصقة ببتدي ان انا اجيب هو الورق اللي انا قطعته الى اجزاء او مساحات اكبر قليلا او بنفس المساحة اللي انا طبقت فيها وابتدي ان انا احطها واستخدم الاكلاشي في تثبيت ورق الدهب ده هزاي هستخدم الاكلاشي في تثبيت او تثبيت ورق الدهب هبتدي ان انا اعمل يسخن الاكلاشي ثم يوضع على السطح طبعا بعد ما بيتم وضع الاكلاشي على السطح ببتدي ان انا اضغط على الشمع والمادة اللصقة فينفص الورق الزهب ويلتسك بالسطح بيبقى عمل بالزبط زي الاستيقر يبقى انا عندي ورق السولفين عليه المادة المعدنية اللي هي الذهب او الفضة وابتدي ان انا طبعا بعد ما بقطعها على حسب مساحة التصمير ابتدي ان انا احطها على السطح بتاعي واجيبي الاكلاشي بعد ما بيتم تسخينه ابتدي ان انا احطه على الورق ده لغاية لما وضغط طبعا على السطح بتاعي فبينزل لي الورق بينزل لي المادة المعدنية على السطح وبتدي ان هو يفصل لي الشمعة والمادة اللصقة عن السطح المذهب أو عن المادة المذهب طيب التزهيب بعد كده ده كان بالنسبة للتزهيب بالأكلاشية أو البصمة عندي التزهيب باستخدام الأقلام المعدنية التزهيب باستخدام الأقلام المعدنية أول حاجة بعملها طبعا هو زي وزي التزهيب بالأكلاشية بالزلط ما بيختلفش كتير في أي حاجة غير ان انا ببتدي ان انا اجهز لسطح بتاعي وبعد كده انزل رسمي بتاعي وبعد كده ابتد ان انا اسخن الأقلام المعدنية دي وبتد ان انا انزل بيها المادة المعدنية على السطح بحيث ان انا لو عيزة تأثير الزهب اه لو عيزة تأثير الفضة يعني اي تأثير انا محتاجه على حسب نوع الورق ايه الموجود معي طبعا اول حاجة باعملها ابتد ان اجهز السطح كما صبorro السطح بتاعي زي ما قلنا لو كان ورق لو كان الورق طبعا والجلد مبقاش فيه اي اعداد وتجهيز للسطح التالي ان هو جاي لي ورق جاهز على الشغل او جاهز على التطبيق لو انا هجاهز مثلا خشب هجاهز بلور هجاهز زجاج هجاهز رخام كل ده هجاهز هجير او مصيص كل ده بيحتاج معالجات او بيحتاج اعداد وتجهيز معايا بشكل معين بحيث ان السطح يبقى معد كويس لعملية التطبيق بتاعتي اول حاجة بجهز السطح دوت وبعد كده بعد الرسم المطلوب بالمقاس الطبيعي على شفاف بعد كده توضع الافرخ المعدنية على السطح ثم يوضع فوقها السفاف المطلوب عليه الرسم بعد كده ابتد ان انا اضغط بالاقلام المعدنية زيها زي الاكلشيب الزبط وهي ساخنة على خطوط الرسم المحددة للرسم المراد تزهيبه بعد كده فنجد ورق الزهب ملتصق بي الاماكن التي مر عليها القلم الزهبي بالضبط زيها زي الاكلشيب بس هنا بستخدم اكلشي قطع معدنية محفور عليها الزخارف زي ما قلنا البرزة مقلوبة زي الختم بالضبط لكن القلم المعدني بستخدمه في النانا بعد عملية التسخيم زي وزي القلم العادي بتده ان انا انزل به الزخارف بشكل بسيط جدا غير الايه غير الاكلشهات او البصم طيب عندي هنا ملحوظة في عندي مكينات اسمها مكينات المنك لو انتوا بصيتوا كده معي على الشاشة مكينات المنك دي بتستخدم للتزهيب تستخدم في طباعة الزخارف وكروت المعايدة بنشوفها كتير قوي موجودة في كروت المعايدة لو انا مثلا عندي كارت وعايزة ابين زخارف او عايزة ابين كتابات معينة بشكل مذهب فبستخدم فيها مكينة المنك دي هي اسهل حاجة في تطبيق الزخارف او الكتابات المذهبة على الايه على الاسطح بتاعتي طبعا ده بيتم باضافة لمعة مختارة فوق النصوص ورسومات المطبوعة على الورق لتزهيبها بشكل سريع ومتقن ويتم بطريقة الايه القلي الحاجاتي بتبقى دقيقة جدا فمحتاج المكينات بحيث ان انا ميبقاش فيه اي فروق او ميبقاش فيه اي مشكلة في المادة المعدنية اللي بتنزيلي على السطح بتاعي طبعا نضع التصميم ثم نضع ورق التزيب المعدني فوق التصميم زيها بردو زي الاكل سيو والبصمة بالضبط ثم نمرره على الجهاز اللي 의�طصك الوجه اللامع على الحبر في الورق ينزل فيه المكان المخصص ايه ليه طيب عندي بعد كده الضغرفة بالمصحيك المعدنية الضغرفة بالمصحيك المعدنية هو الشيء التاني او طريقة التزيبي التانية غير اللي احنا كل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده كان تزيب برقائق المعدنية لكن عندي التزيبي بالمصحيك المعدنية ده حاجة تانية خالص كلما قلت مسحوق يبقى أنا عندي بودر معدني البودر ده ممكن يبقى ذهب ممكن يبقى فضة ممكن يبقى أي معدن ملون ويبتدي أن أنا أعمل بها عملية التزيب هستخدم طريقتين لعملية التزيب في عملية النفخ إن أنا بتم نفخ المسحوق المعدني على السطح بتاعي طبعا بعد تطبيق المادة اللسقة على السطح والطريقة التانية اللي هي طريقة المزج طبعا معظمكم عارف طريقة المزج لأنكم بتستخدموها كتير في الزخرفة وبتستخدموها كتير في عمل تأثيرات جمالية على الأسطح بتاعتي وهنذكر كل واحدة منهم بتتم إزاي طريقة النفخ عندي بيبقى أنا عندي طبقت المادة طبعا عملت إعداد وتجهيز للسطح بتاعي كويس قوي أي أن كان السطح زي ما قلنا بعد كده بيتم تنزيل التصميم وبعد ما بيتم تنزيل التصميم أبتدي أن أنا أحط مادة لسقة تلتصج بها المسحوق المعدني لما يتم نفخه على السطح بتاعي بعد ما بيتم تطبيق المسحوق المعدني على الأسطح بتاعتي بطريقة النفخ طبعا النفخ بيبقى من خلال قطعة من الجلد بيتحط عليها المسحوق المعدني ويتم نفخ المسحوق المعدني على السطح لغاية لما يتناصر على السطح بأكمله بعد كده بتدي أن هنا أشيل الزيادات هلاقي بقى أن الأماكن اللي هي كان عليها المادة اللسقة التسقط بيها المسحوق المعدني والمكان اللي هو ما كانش فيه مادة لسقة هلأ ان المسحوق المعدني بيتشال من عليه بكل سهولة طب الطريقة الثانية هي طريقة المزل وبجيب مادة تلزق لي اللي هو المسحوق المعدني دوت مع المادة اللصخة على السطح طب ايه المواد دي عند الماكسيون وعند الجولد سيز وعند زيت التربنتين استخدم اي حاجة من التلاتة دول وابتدي ان انا ادمجها مع المسحوق المعدني علشان اطبقها على السطح التاعي طيب لو احنا جينا كده بصينا طبعا انهي افضل الافضل هي طريقة النفخ لان هي بتبين لي وتوضح لي المسحوق المعدني بكل جماله وزهوته لكن عندي اللي هي طريقة المزج ممكن تخفيلي او تقللي من لمعة المسحوق المعدني لما بيطبق على السطح فعند طريقة النفخ هي افضل لكنها ممكن تهضر لي الكتير من المسحوق المعدني اثناء عملية الايه الطبية طيب بص كده معي على الشاشة حتى نعرف الطريقتين والفرق ما بينهم الزخرافة بالمسحيق المعدني طبعا هنا بيقول لي توجد طريقتان الاستخدام في الزخرافة بالمسحيق المعدنية عندي اول طريقة طبعا الطريقة الاولى اللي هي طريقة النفخ وطريقة النفخ وزي ما بنقول بتعطي السطح بريق معدني اجمل وتحتاج مجهود وعناية وطبعا بتفقد نسبة كبيرة من المسحوق المعدني لان انا لو مركزش كويس قوي اثناء عملية التطبيع هبصة لان فيه كتير قوي من المسحوق بيتهدر اثناء عملية الايه التطبيع الطريقة الاولى دي طبعا بعد كده بعد ما بتدي ان انا اعمل اعداد وتجهيز للسطح بتاعي سواء خشب سواء زجاج سواء رخام سواء مصيس اي سطح انا عايزة اطبق عليه بتدي ان انا اعمله اعداد وتجهيز هبتدي ان انا ادهنه باللون المطلوب اللي انا عايزة اظهر به الشكل بتاعي النهائي بعد كده بتدي ان انا انزل عليه الزخارف ورسومات والتصميم بتاعي على السطح المراد تزهيبه السطح اللي انا عملت له اعداد وتجهيز بعد كده بتدي ان ادهن التصميم دوت بالمادة اللسقة بعد ما بدل التصميم بالمادة اللسقة هبتدي ان انا احط او يتم وضع المسحوق المعدني على قطعة من الجلد وينفخ المسحوق ببط على السطح يلتصق بالمادة اللسقة ويترك للجفاف بعد كده بتم تنظيف السطح من أثار المسحوق المعدني الزائد زي ما قلنا دلوقتي طب الطريقة التانية اللي هي طريقة المزج تعتمد على مزج المسحوق المعدني بالمادة اللصقة وقلنا المادة اللصقة عندي سواء ماكسيون أو جولد سيز أو تمزج بالمصحيك المصحيك بتاعتي بزيت التربنتين على شكل عاجينة بحيث ان هي تبقى عاملة زي العاجينة كده يتم تطبيقها بوسطة الأقلام فيه ناس بيتم تطبيقها باستخدام الفرشة بس طبعا الفرشة ما بتبقاش صحيحة فيه عملية التطبيق طريقة المزج زي ما قلنا بيتم عمل تكوين العاجينة اللي أنا هعمل بيها التزهيد بتاعي ببجيب المزحوق المعدني أو البودر المعدني دوه سواء بودر الدهب أو بودر الفضة وابتدي ان أنا أبتدي عمله عملية مزج بيه بعض أو أي حاجة من المواد اللي احنا هنقول عليها دي اللي هي زي ما قلنا عندي الماكسيون وعندي الجونتسيز وعندي التربنسين وابتدي ان أنا أخلطهم ببعض الفصول تعاجينة وطبقهم على السطح باستخدام أقلام الملو ويستحسن عدم استخدام الفرشة فيه عملية التطبيق لان الفرشة مش تبقى كويسة فيه عملية التطبيق معايا فهي بتبقى الأفضل ليها ان أنا أستخدم عملية الملو لو بصيتوا كده معايا على الشاشة زي بيتم عملية التطبيق لطريقة التانية بنسبة للمصحيك المعدنية عندي أول حاجة طبعا نبتدي ان أنا أجهز السطح باللون المطلوب بيجهز السطح باللون المطلوب زي ما قلنا قبل كده بجهز خشب ليه طريقة بجهز زجاج ليه طريقة بجهز بلور نفس طريقة الزجاج بجهز مثلا حجر أو مصيص ليه طريقة بجهز رخان ليه طريقة وكلمنا على كل خطوات وكل مراحل الإعداد والتجهيز في الحلقات السابقة وقلنا ازاي كل الأسطح دي بيتم إعداد وتجهيز السطح بتاعه طيب بعد ما بيتم عمل إعداد وتجهيز للسطح باللون المطلوب هبتدي ان أنا أنزل الرسوم بتاعتي والزخارف والتصميمات على السطح وبتدي ان أنا أقام لها بصوا كده معايا على الشاشة لو أنتم معايا كده يجهز السطح باللون المطلوب لأرضية الزخرفة وتترك للجفاف طبعا بعد كده يعد الرسم بالمقاس المطلوب ويتم تنزيله على اللوحة بعد كده بتيدي ان أنا أملى الزخارف بأقلام الملو بمزيج المسحوق المعدني ثم يترك للجفاف طبعا المزيج دوت اللي أنا عملته اللي هو المسحوق المعدني مع الجولدسيز أو التربنتين أو الماكسيون وبعد ما بيتم ملء الزخارف بأكملها بتيدي ان أنا أسيبه شوية لغاية لما يتم عملية الجفاف من حوالي ثلاث ساعات لأربع ساعات عشان يتم عملية الجفاف دي كانت نهاية الباب التاني بتاعنا الباب التاني يبقى لو احنا بنرجع كده أو بنتذكر ايه اللي تم دراسته عندي الجزء الخاص زي ما قلنا في الرقائق والمسحيك المعدنية وقلنا عبارة يعني الرقائق والمسحيك المعدنية دي هي عبارة عن ايه وذكرناها بالتفصيل على الأسطح المختلفة وازاي بيتم عملية التزهيب بالرقائق وازاي بيتم عملية التزهيب بالمسحيك المعدنية زي ما لست الزفرين دلوقتي هرجع معاكوا كده مراجعة سريعة بحيث ان احنا نتذكر كل الأجزاء اللي تاتت وازاي بيتم عمل تجهيز للأسطح وازاي بيتم التزهيب على الأسطح المختلفة وهنشوف بعض أسئلة الانتحان ومن خلالها نرجع على الأجزاء اللي هي فاتتنا أو الأجزاء اللي هي درسناها الحلقات اللي فاتت فيه الباب التاني بصوا كده معايا على الشاشة عشان نشوف سؤال سؤال وبعد كده يعني حابة انتوا تتفاعلوا معايا بتيت ان انتوا تتذكروا كل الحاجات اللي احنا درسناها بحيث ان احنا نشوف المعلومات وصلنا فيها لفين وبتيت ان احنا نرجع على الأجزاء بتاعتنا لو بصيتوا كده معايا على الشاشة عندي مراجع على الباب التاني على لصق أو طرق لصق رقائق والمصحيك المعدنية اول سؤال معايا عندي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة مع تصحيح الخطأ طيب اول سؤال معايا عندي يفضل استخدام غراء الأرنب في لصق رقائق الزهب لانه لا يؤثر على لون الزهب سمع حد بيقول معايا احنا أصلا مالذكر الناس غراء الأرنب في لصق رقائق الزهبية او لصق رقائق الزهب وقلنا ان في حاجة واحدة ذكرناها هي اللي بتخلي لون الزهب مايتأثرش اللي هي غراء الجيلاتين برافو على اللي كان مركز معايا دلوقتي وبيقول معايا ان انا عندي غراء الجيلاتين طبعا اجابة خاطئة غراء الجيلاتين هو اللي بيفضل استخدامه في لصق رقائق المعدنية حتى لا يؤثر على لون ورق الزهب بصوا قدع معايا على الشاشة يبقى هنا الاجابة خاطئة والتصحيح بتاعها الجيلاتين رقم اتنين يوضع ورق الزهب على مخدة التزهيب بحرس تدرجيا حتى لا ينقطع طبعا برافو الاجابة صحيحة زي ما قلنا ان ده واحد من اهم الارشادات اللي اتكلمنا فيها في لصق رقائق الزهب اول ما اتكلمنا خالص وقلنا ان انا عندي ده ان انا احط ورق الزهب بحرس وان انا قطعه في اتجاه واحد زي ما قلنا وان انا خلو الحجرة من الطيار الهوائي كل الحاجات دي هنذكرها فيه الصح والغلط دلوقتي اللي انا انا اتضاف طبعا السكينة اللي انا بقطع بيها باستخدام مسحول تبشير او التالك كل دي حاجات لازم اخد بالي منها كويس قوي وانا بطبع لصق رقائق المعدنية على الاسطح المختلفة بصوا كده معي على الشاشة السؤال الثالث السؤال الثالث بيتكلم بيقول يفضل تنظيف السكين قبل الاستخدام عند او قبل الاستعمال عند استخدام ورق الزهب ببودرة التالك او بمسحوق التبشير طبعا زي ما لسه ايليم دلوقتي جوابه اجابة صحيحة لان دي من اهم الحاجات اللي انا لازم اخد بالي منها كويس قوي لان السكينة لو فيها اي شوائب او فيها اي مشاكل موجودة فيها هتأثر لي على ورق الزهب والمشاكل دي هتظهر لي على التطبيق الجديد اللي بيتم عمله في الاسطح الجديدة طيب رقم اربعة يراع اثناء لسق خلوق اثناء لسق الرقائق والمسحوق المعدنية خلوق الحجرة من طيار الهواء طبعا اجابة صحيحة لان احنا قلنا ان دي من اهم الحجار لان ورق الزهب طبعا بتبقى عبارة عن فيه جزئات دقيقة جدا من الزهب والمسحوق المعدنية برضو نفس الكلام لو انا في عندي طيار هوا هبص لاي ان فيه حاجات او المسحوق بيبقى فيه اجزاء منه ممكن تتأثر او تتطاير او المسحوق مثلا الموجودة في ورق الزهب او الموجودة في المسحوق ابتدأ ان انا اصلي على السطحة يعني معرفش اطبق كويس فلازم اخد بالي كويس قوي من الحجرة اللي انا بطبق فيها ما يكونش فيها اي طيار هوايس انها عملية الايه لطبيق رقم خمسة معايا طبعا الاجابة صحيحة زي ما قلنا عندي رقم خمسة تفرض ورق الزهب وتقطع بسكينة تزهيب اكبر من المقاس المطلوب احنا قلنا طالما هنا يعني المعلومة مش دقيقة اكبر من المقاس المطلوب يعني سيبها مفتوحة عندي هنا طبعا الاجابة غلط احنا قلنا بنفس المقاس او حسب المقاس المطلوب او اكبر قليلا يبقى حط يما نفس المقاس يما اكبر قليلا من المقاس المطلوب هنا عندي المعلومة ما كانتش جاية بشكلها الدقيق فبالتالي عندي الاجابة كانت ايه خاطئة طيب نبص على السؤال اللي بعد كده الاكلشيه ايوة سمع الناس اللي بتقول لسه وغدينه دلوقتي حالا ولسه نمتكلمين عليه الاكلشيه القطعة معدنية محفورة عليها الزخارف والكتابات الغائرة مقلوبة اجابة خاطئة طبعا الاجابة الصحيحة عندي الاجزاء اللي هي الزخارف والكتابات البارزة اللي هي العالية مقلوبة اوكي طيب السؤال التاني اكمل العبارات الاجزاء بما يناسبها اول حاجة عندي او اول سؤال معايا رقم واحد قطعة معدنية نقاط قطعة معدنية محفور عليها الزخارف والكتابات البارزة مقلوبة اللي هو ايه لسه لنا عليه دلوقتي بالصح والغلط ولسا تذكرينه في الشرح بتاعنا دلوقتي اللي هو الاكلة شيء طيب رقم اتنين رقم اتنين بيتكلم معايا بيقول لي عند التزييب على الرخام يدهن السطح بيه ثم تدهن الاجزاء المرات تزيبها بيه طبعا عندي اول حاجة اتكلمنا عليها عند التزييب على الرخام قلنا ان لازم يتم اعداد وتجهيز للسطح بتاعي كويس اوي بان انا ادهنه به الجملكة عشان اتفادئ الرطوبة اللي هتطلعلي من الرخام لو انا بطبق عليه الورق الدهب وبالتالي هتساعد لي ان ورق الدهب بتاعي ممكن يتشقق يحصل فيه مشاكل تغيير اللون وهكذا فلازم باخد بالي كويس اوي ان انا ادهن السطح اللي انا هطبق عليه ورق الزهب دوت لو السطح الرخام بيه الجملكة بعد كده استخدم المكسيون في عملية اللصق ان انا بحطه كمادة لصقة لورق الزهب طيب بصوا كده معايا طبعا عند التزييب الاجابة بتاعتي اهي عند تزييب على رخام يضهن السطح بيه الجملكة ثم تضهن الاجزاء المراد تزييبها الاجزاء اللي هي التصميم المراد تزييبه بيه المكسيون طيب السؤال التاني بيقول لي لتعتيق الزهب واعطاء مظهرا اثريا لون الاجزاء احنا قلنا لتعتيق الزهب ان فيه ناس بتحب تأثير الزهب او التزييب دوت يكون مظهره قديم او اثري شوية بحيس ان هو يديه لصراء للقطع بتاعتي قلنا ساعتها بنعمل بنلون الاجزاء الغائرة بلون اغمى قليلا من لون الاجزاء اللي هي البرزة طيب ليه احنا قلنا لو انا عايز اعمل تجسيم في اي لوحة فنية اللوحة الفنية دي فيها بارز وفيها غائر او فيها مستويات تبتد ان انا عشان ابين المستويات بتاعتي وبين الزل والنور في القطعة الفنية بتاعتي فبعمل للأجزاء الغائرة بلون أهمأ من الأجزاء العالية أو البرزة. فهو ده اللي أنا بعمله في عملية التعتيق. طب التعتيق ده كان ليه أربع طرق هنتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي في الأسئلة المقالية الموجودة معنا وهنقول طبعا إحنا قلنا ساعتا أنه بيتم دهان السطح بالخلطة أو التركيبة اللي هي من زيت مستوي مع اللون الأصفر أو الأحمر وبعد كده طبعا مع التربنتين ببتدي أن أنا أخلطهم مع بعض وبتدي أن أنا أدهن على ورق الدهب بحيث أن أنا أحصل على لون زهبي أو لون أصفر مؤكسد يديني تعتيق لمظهر الدهب الحاجة الثانية كنا بنقول أن أنا أدر مسحوق طينا الحمراء على السطح التعيب بعد عملية التزييب والحاجة الثالثة أن أنا برضو بدهن جمالات كثقيلة وطبعا جمالات كثقيلة قلنا من 1 ل5 جزء على السطح بتاعي بعد عملية التزييب والحاجة الأخيرة أو الحاجة الرابعة اللي احنا اتكلمنا عليها أن أنا أجيب ورق الدهب دوت بشكله العطيق الجاهز من الأصواب بيكون ليه مظهر الأسري بتاعه من السوق بشتريه جاهز وبتدي أن أنا أطبقه أكتر من ناقية دفادة الحاجات اللي أنا عملتها إيه في الأول طيب يبقى إحنا هنا لتعتيق الدهب وإعطاقه مظهرا أسريا يدهن أو يلون الأجزاء الأجزاء إيه بقى اللي هي الغائرة بلون أغمق قليلا من لون الأجزاء الإيه البارزة لو بصيتوا كده معي على الشاشة زي ما هي موجودة كده لتعتيق الزهب وإعطاقه مظهرا أسريا يلون الأجزاء الغائرة بلون أغمق قليلا من لون الأجزاء الإيه البارزة السؤال الرابع يتم تنظيف السكين عند استخدامها في تطبيق ورق الزهب بمسحوق احنا قلنا فيه حاجتين بننظف بها السكينة عندي مسحوق التبشير برافو أو بودرة التلك الحاجتين دول بيتم تنظيف السكينة بيهم قبل ما بيتم تطبيق ورق الزهب على الأسطح المختلفة طبعا التبشيرة هي وبدرة التلك طيب السؤال الخامس عندي يدهن السطح بمادة بمادة إيه؟ بمادة لاصقة كأساس لعملية التزهيب المادة اللاصقة طبعا أنا عندي ورق الزهب بعد ما بيتم تقطيعه لازم أحط تحتهي مادة لاصقة عشان ألزأه يبقى مادة لاصقة كأساس لعملية التزهيب بطبقة رقيقة من مادة إكريليكية شديدة الالتصاق فكنينة لما كنا بنقول إن أنا بعمل إعداد وتجهيز للسطح بتاعي وابتدي أدي أو أعمل للسطح بتاعي طلقية معجون وما بين كل وجه ووجه بعمله لازم يتم عملية الصنفرة بعد كده بيتم إعداد المزيج اللاصق المزيج اللاصق دوت كان عندي إما مادة إكريليكية شديدة الالتصاق طب وقلنا لو مش متوفرة المادة الإكريليكية شديدة الالتصاق بعمل إيه؟ بروح جايبة اللي هو مزيج البولكلي مع الغراء وابتدي إن أنا أكونهم مع بعض وابتدي إن أنا أطبقهم على السطح بتاعي قبل عملية لصق رقائك المعدنية طيب قلنا إن أنا عندي مادة إكريليكية جاهزة وعندي مزيج بولكليه مع غراء أنهي الأفضل فيه؟ الأفضل إن أنا أستخدم مادة أو مزيج البولكليه مع الغراء لأنه بيدي دوق وظل أو بيلون ورق ده وبيدي له تعتيق كده بسيط غير المادة الإكريليكية شديدة الاتصاق الجاهزة فبيفضل إن أنا أستخدم مزيج البولكليه مع الغراء عن المادة الإكريليكية شديدة الاتصاق طيب بصوا كده معايا على سؤال على اللي ما يأتي على اللي ما يأتي من الأسئلة المهمة جدا اللي هي برضو أسئلة امتحان بجيني كتير جدا أول سؤال معايا يضهن الرخام المراد تزهيبه بالجملكة طبعا إحنا قلنا إن الرخام بيتم دهانه به الجملكة عشان ورق الذهب ما يتشققشي وحافظ على الرخام بتاعي من الرطوبة وده كان السبب الرئيسي اللي بيخليني أدهن الرخام إيه جملكة يبقى لحفظ ورق الذهب من الرطوبة حتى لا يتشقق الذهب طبعا الرخام مادة طبيعية دي ده أنا بتأثر به الرطوبة وبالتالي لما جي أطبق ورق الذهب هتعملي إيه تشقق في ورق الذهب بتاعي دول طيب السؤال التاني يفضل استخدام غراء الجيلاتين في لص رقائق الذهب على الزجاج غراء الجيلاتين لا يؤثر على لون الذهب في الوجه الآخر للزجاج طبعا إنتوا عارفين إن الزجاج بيبقى الوجهين شفافة فبيتم تطبيق الجيلاتين كمادة أو كأساس لعملية التزهيب قبل ملزق ورق الذهب فبالتالي ما بتأصطليش على الوجه التاني تدوني تأثير أو بتدي طبقة شفافة جدا من المادة اللصقة على السطح فبالتالي ما بتأصطليش على الوجه الآخر فعشان كده بيفضل استخدام غراء الجيلاتين عند استخدام رقائق المعدنية على الزجاج طيب سؤال التالت لو بسيتوا كده معايا عندي فيه تزهيب الأخشاب الجديدة يجب إعداد السطح بحيث يكون شديد النعومة الأخشاب الجديدة إحنا قلنا أول حاجة بعملها لازم أعمل إعداد وتجهيز السطح الخشب بتاعي بعمل فيه إيه؟ بعمل فيه عملية الصنفرة وبعد كده بعمل سنبكة لرؤوس المسامير وبعمل قوي للعقد لو السطح الخشب بتاعي كان فيه إيه عقد وطبعا نتكلمنا كتير وقلنا يعني إيه إزاي وإزاي بيتم عملية كي العقد أو التخلص من العقد دي وقلنا إزاي بيتم عمل سنبكة لرؤوس المسامير وقلنا إن عملية الصنفرة مهمة جدا ولازم تكون السطح بتاعي شديد النعومة ليه؟ علشان ما يتقطعش ورق الدهب عند عملية اللصق فأنا عندي في تزهيب الأخشاب الجديدة نقول حتى لا يتقطع ورق الدهب عند لصقها على السطح الخشب الجديد فلازم يكون السطح بتاعي شديد النعومة طيب السؤال الرابع لو بصيتوا كده معايا استخدام البولكليه مع الغراء كمادة لصقة للتزهيب أفضل من استخدام مادة إكريليكية جاهزة طبعا ده الاستخدام إليم دلوقتي لأنه يعطي بريق ولون وظل للورق الدهب طيب السؤال الخامس معايا يجب أن يكون الغراء قوامه سميكا عند التزهيب على الزجاج طبعا القوام سميك حتى لا يؤثر على لون الدهب لو القوام بتاع الغراء خفيف هيبتدي يندمج لي مع ملمس ورق الدهب وبالتالي هيأصلي على لون ورق الدهب الموجود معايا فبالتالي لازم يكون لون أو ملمس أو مظهر أو شكل الغراء لازم يكون سميك بحيث أنهما يأصليش على ورق الدهب طيب بصوا كده معايا السؤال اللي بعد كده تكلم عن كيفية تعطيق الدهب كيفية تعطيق الدهب احنا قلنا بأربع طرق الأربع طرق اللي موجودين معايا طبعا هنا الجزء دوت لما أجي يقول لي أسكر كيف يتم عملية تعطيق ورق الدهب على الأسطح المختلف أول حاجة لازم أذكرها الجزء اللي احنا لسه إليه من شوية أنه لازم يتم تلوين الأجزاء الغائرة باللون أغمق قليلا من لون الأجزاء البرزة طيب إزاي هيتم عملية التعطيق؟ عملية التعطيق هتتم بأربع طرق اللي احنا لسه إليه عليهم دلوقتي عندي لون أصفر وعندي زيت مستوي وعندي تربنتين وعندي تينة وعندي لون أحمر بحيث أن أنا أحصل على لون أحمر مؤكسد أو لون أصفر محمر دهبي بحيث أنه اللون دوت لما يتم تطبيقه على الرقائق المعدنية يديني تأثير التزهيب على الصفح التعطيق فأدي أول طريقة أول طريقة معي أنه أحط التربنتين مع الزيت المستوي مع الطينا مع اللون الأحمر يديني لون أحمر دهبي مؤكسد وبالتالي لما أطبقه على الصفح يديني التعطيق الطريقة الثانية أنه يتم بدر الطينا الحمراء على الصفح بتاعي بعد عملية التزهيب بحيث أنه أحصل على التأثير التعطيق أو التأثير الأسري اللي بيتم تطبيقه على الصفح الطريقة الثالثة أنه أقدي للصفح بتاعي جملكة بعد عملية التزهيب أو بعد عملية لصف رقائق المعدنية الطريقة الرابعة أنه أشتري ورق الدهب جاهز من الأسواق عليه تأثير التعطيق دوت بحيث أنه لما أطبقه على الصفح يديني المظهر الأسري اللي أنا إيه عايزيه لو بصيته كده معي على الشاشة وإحنا بنرايجح كده أول حاجة زي ما قلنا التركيبة اللي احنا قلناها زيت مستوي زيت تربنتين زيت كسيد أصفر زيت تينة زيت أحمر فتعطي لون أحمر زهبي مؤكسد الطريقة الثانية نقوم برش أو ببدر بعد تراب التينة الحمراء على الصفح قبل دهانه طبقة الورنيش طريقة الثالثة دهان الصفح بعد الجفاف والتصاق ورق الزهب بطبقة من الجملكة طريقة الرابعة الحصول على ورق زهب زيت شكل عطيق بكل سهولة أصبح متوفر طبعا في الأسواق مما يغني عن كل خطوات التعتيق السابقة لو أنا مش عايزة أفعب نفسي أشتريب طبعا هيبقى غالي شوية لأن ده حاجة مميزة بتدي صراء للقطعة اللي بيتم تطبيق التأثير اللي دهب عليها فبالتالي الحاجات زي غير أن أنا لما أعمل تركيبة غير لما أعمل تأثير ويفضل أن أنت تطبق كل الخطوات بتاعت التعتيق وتعرف إزاي بيتم التعتيق على السطح بتاعي بحيث أن أنت تشوف أنت اللي تحدد الورق الجاهز هو أفضل ولا الطرق التانية التلاتة اللي احنا ذكرناهم أفضل من الورق الجاهز مدفر به الأسواق طب أذكر خطوات بعد كده السؤال اللي معايا بعد كده السؤال التاني المقالي بيقول لي أذكر خطوات التزييب على الأخشاب الجديدة خطوات التزييب على الأخشاب الجديدة أول حاجة بعملها لازم أعمل إعداد وتجهيز للسطح بتاعي إعداد وتجهيز للسطح بتاعي أول حاجة يجب إعداد وتجهيز للسطح بحيث يكون شديد النعومة والليست قيلين دلوقتي السؤال ده فعل ليه بيتم الكلام ده حتى لا تتقطع أوراق الزهب عند الأسقعة طيب بعد ما بيتم صنفرة السطح بتاعي أبتدي أن أنا أعمل عملية طبعا الصنفرة اللي بتتم بتبقى رقمها 120 أبتدي أن أنا أعمل سنبكة لرقش المسامير بالسنبك أبتدي أن أنا أعمل معالجة للأقد وأبتدي أن أنا أعمل طلقية معجولة للسطح بتاعي أبتدي أن أنا أعمل بعد كده صنفرة بعد الجفاف رقمها 320 بعد عملية الجفاف من تطبيق المعجون اللي بيتم تطبيقه على الأسطح الجديدة طيب عندي بعد كده الخطوة اللي بعد كده اللي هي البطانة والبطانة طبعا ببتدين هنا قدي السطح من 3 ل 4 أوجه وبعد كده بيتم عملية الصنفرة بصنفرة 500 بعد عملية الجفاف أورش السطح بتاعي بسيلر مخفر بالأسيتون وده بيتم عشان أسد مسام السطح بتاعي يبقى أنا أول حاجة يتم إعداد وتجهيز للسطح التاعي بالطرق التقليدية اللي احنا بنستخدمها أو اللي احنا بنعملها لما يجي أعمل إعداد وتجهيز للسطح الخشبي الجديد الطرق دي أو القطوات دي بتتم إزاي صنفرة للسطح عمل معجون للسطح بعد ما بعمل معجون بيتم عمل صنفرة تاني وكان رقمها 320 وبعد كده بعمل البطانة من 3 ل 4 أوجه وبعد كده البطانة بعد ما بتجف بتم عمل صنفرة رقمها 500 طبعا أوروش السطح بتاعي بواجه واحد من الايل سلار طبعا تعرفين ان السلار بيورب لي طبقة الديهان على السطح الايل خشب بعد كده بيتم عمل إعداد المادة اللاصقة طبعا المادة اللاصقة بتستخدم كأساس لعملية اللاصق بي الرقائق المعدنية بيتم عمل تنزيل التصميم على السطح بعد ما بيتم عمل إعداد وتجهيز للسطح بتاعي أنزل التصميم أو الرسمة أو الزخارف اللي أنا عايزة أعمل لها عملية التزهيب وبعد كده هبتدي أن أنا أطبق عليها مادة لاصقة كأساس لعملية اللاصق المادة دي ممكن تكون زي ما قلنا مادة إكريليكية شديدة الالتصاب أو بيتم عمل مزيج البولكلي مع الغراء لو المادة الإكريليكية شديدة الالتصاب ما هياش موجودة لو بصدوا جده معي على الشاشة عندي أهو يدهن السطح بمادة لاصقة كأساس لعملية التزهيب بطبقة رقيقة من مادة إكريليكية شديدة الالتصاب خاصة بلاصقة ورق الزهب وإن لم تتوفر يتم إعداد المزيج التالي المزيج التالي اللي هو مزيج البولكلي مع الغراء مزيج البولكلي مع الغراء بيتم عمله في الآتي أول حاجة طالما في غراء يبقى لازم عمل حمام ماء للغراء عشان أعمل عملية تسيح للغراء بعد كده يتم التقليب حتى يصبح سائل طبعا ولكن لا يجب تركه على النار حتى الغليان لأن المادة اللاصقة بتفقد درجة التصاقها لما بتتعرض للنار فلازم أخد بالي كويس قوي من عملية التسيح أو عملية تسيح الغراء بتاعي طيب بعد كده بيتم عمل ايه بيتدي ان انا أصحق لطينا الحمراء أو البولكلي وابتدي ان انا أنقعها في الماء أو أخمرها في الماء لمدة يوم كمال مع التقليب بالعصاب وبعد كده بيتدي ان انا أضيفها للغراء بشكل تدريجي حتى أحصل على معامل كده يستخدم كأساس لعملية التسيح طبعا المعامل ده أو المادة اللي هي اللاصقة دي لازم بتهم رصويتها كويس قوي من الشوائب عشان ما تأصليش على ورق الدهب اللي موجودة ايه تحته طيب لو وصلته كده معايا بيقول لي علل هنا ده سؤال مهم برضو دخل مع السؤال كده اللي احنا كنا بنكلم عليه دلوقتي بيتم عدد وتجهيز السطح بتاعي الجديد أو الخشب الجديد استخدام البولكلي مع الغراء كماده لاصقة للتزيب يحتاج وقت ومجهود من استخدام مادة إكريليكية جاهزة طبعا احنا قلنا الوقت والمجهود هو موجود فيه ان انا بخمر تينة البولكلي أو تينة الحمراء وان انا بسيح الغراء بتاعي فكل ده وقت ومجهود طب ما انا عندي مادة إكريليكية جاهزة عندي الافضل ان انا استخدم مزيج البولكلي مع الغراء ليه؟ لانه بيعطي بريق ولون وظل الورق ازاد زي ما قلنا لحتواء طبعا التينة الحمراء على الحديد وكتير من الشوائف زي الكالسيوم والماغنيسيوم من ما يساعد في صقل السطح اثناء عملية التنمية طبعا عملية الصقل زي ما قلنا اتكلمنا فيها المرة اللي باتت وقلنا ازاي بتم وازاي بتم عملها طبعا يجب استخدام نوع معين من الغراء خاص بلسق ورق الزهب والذي يختلف عن الغراء المخصص للخشب طبعا احنا قلنا ان الغراء اللي بيستخدم لنسق ورق الزهب يصبح لما بيكون شفاف بيبقى جاهز لعملية اللسق لكن الغراء اللي بيتم استخدامه فيه الخشب لما بيكون شفاف بيفقد درجة التصاق فلازم نفرق كويس قوي ما بين الغراء اللي بيستخدم في لسق ورق الزهب اللي هو بيتحول اللي بيبقى في اقصى درجة التصاق ولما بيتحول للمشفاف لكن التاني بيفقد درجة التصاق لما بيتحول للون الشفاف دي كانت مجموعة بسيطة من الاسئلة اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت الخاصة بيه الباب التاني او الجزء الخاص بلسق الأوراق الزهب ورقائق المعدنية عشان بس نفكركم بكده بالجزء اللي خدناه في الباب التاني بحيث ان احنا نكون لمينا بالمقرر الخاص بالباب التاني كله فضلينا جزء بسيط فيه مادة العمليات الجزء الخاص به الزخرفة على الزجاج وازاي بيتم عمل الحفرة على الزجاج بالاسئلة المختلفة عشان يتم عمل زخارف وشكل ان انا ابرز مظهر الزجاج بشكل كويس هنتكلم عليه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة اجتهدوا فلكل مكداهد النصيب وهذا وعده ربي ان الله يجز المحسنين احسانا ولا يضيعوا اشفى من احسن عمله تحية ليكم والى لقاء في حلقة جديدة ان شاء الله